إزا مالك أنا سمعتك كنت بتقول إن هو المدرب اللي قال فيه تغيير لبعض المراكز لبعض اللعيبة هابتدي يفكر يعني أيوة يعني مش تغيير يعني هابتدي يفكر يعني مثلا ممكن أوباما هو اعتمد عليه في الموتشي النادي الأهلي في الآخر اعتمد عليه رقم 8 بص خلت ولعب مثلا مصطفى فتحي في الحد يعني هقول لحظيك حاجة أنا دلوقتي راجع من المنتخب مصطفى فتحي لازم يلعب أساسي ولا أنا غلطان مهو مصطفى فتحي مهو مصطفى فتح هيلعب إيه لو لو عايز يلعب أساسي يبقى هيلعب عشرة اللي هو مكان أوباما أخبالك إزاي؟ طبعا إحنا مش لن نتذكر لا أنا بقول أنا بقول أنا بقول أنا بقول يعني بطبيعة ومنطقة إن مصطفى ما يرجع من المنتخب يلعب أساسي يعني بص بص الطبيعي والمنطقي مع مدربين كرة القلب كل واحد كل مدرب حطت في دماغه التشكيل اللي هيلعب بيه ما روش علاقة إن ده جايب من المنتخب وأنا مش جايب من المنتخب لا أنا قاصل المصطفى اللي بيقدمه في مطش الأهلي في التشكيل الثاني والنهاردة كمان بيؤكد إنه لازم يلعب أساسي مصطفى فتحي لعيب يمكن في اللقاءات اللي جابوها دلوقتي بيتكلموا على مطش منتخب مصر كل الناس أجمعت أنا معرفش انتمقتهم إيه بس كل الناس أجمعت على إن مصطفى فتحي كان نجم المباراة على الرغم إنه هو ملعبش كتير لعب ربع سعب فمصطفى فتحي له تأثير فني غير عادي على الفترات السابقة لو لعب أساسي سواء لعب جناح أو لعب في مركز عشرة بالنسبة لنا هنبقى في منتغى السعادة لو لعب شكبالة هنبقى في منتغى السعادة لو لعب أكوباما هنبقى في منتغى السعادة خالد ماتش الأهلي اللي الزمالك اتغلب فيه أنا قلت هنا في الستوديو مع طريق يحيى لما كنا موجودين من حل الماتش أنا قلت الزمالك اتغلب نتيجة اهتزاز اهتزاز بعض اللاعبين في الملعب وهم لهم تأثير مش هقول الأسماء إنما كان فيه أخطاء تسببت في أهداف ما كانتش منتظرة من فرقة الزمالك في هذا التوقيت ولكن ولكن هي مباراة وانتهت وأكيد المدرب أكتر واحد أكتر واحد خد عبرات من هذه المباراة ولكن ما تغيرش الكون بسبب هذه المباراة يعني أنا مثلا لو حتى كارتيرون اللي قال إن فيه بعض المراكز هتتغير أنا بقوله انت غلطان ترجمة نانسي قنقر